بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المدثر وتكلمنا في الدرس الذي مضى في مطلع السورة وليوم نكمل بعض الإشارات التي ما أسعفنا الوقت في ذكرها عن هذه الآيات العظام التي كما قلنا هذه السورة لها مكانة عظيمة حيث أنها تعتبر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في قول الله تعالى قم فأنذر قلنا أنه من هو المقصود بالإنذار هل المقصود بها قريش فقط كقول الله تعالى وَنذَرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ أم كما قيل أن المراد هو جميع الناس كما قال وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَفَّةً قُمْ فَأَنذِرْ أي أنه الإنذار لن يكون أمرا سهلا فيحتاج إلى التشمير كما قلنا في لفظة قم فأنذر يكون على هذا المعنى ويصح كما قلنا أن يكون الإنذار لقريش ويصح أن يكون كافة للناس ولكن بداية الدعوة لا شك أنه أنذر عشرتك الأقربين يكون هو الأقرب إلى فهم السياق حيث أنه كما قلنا هي أول ما نزل من القرآن وفي قوله تعالى يعني في قضية قم فأنذر ما هو الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر الناس به فمنهم من قال أن ينذرهم ويعلمه التوحيد ومنهم من قال على أن الإنذار هو على أن ينذرهم يوم القيامة أن ينذرهم يوم القيامة وإيضا هناك من العلماء من تكلم في مسألة الإنذار فقال هل المراد أن ينذر الكاثرين كما قالوا يتنذر به قوما لدى أم ينذر المؤمنين كما في قوله إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فالأوجه كلها مقبولة وكلها ممكنة فالقرآن حمى الأوجه وهذه كلها إنما تصرف بها العلماء لأنه كما قلنا هناك أوجه كثيرة في القرآن الكريم وكلها يعني تصب في سياق واحد وهو إنذار النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلنا من هو أو ما هو الشيء المنذر قلنا أنه المنذر به هو البعث أو النشور يعني البعث والنشور أو يوم القيامة فكلها هذه يعني كما كان يذكر أهل التفسير أنها اختلاف تنوع لاختلاف تضاد فكلها تؤدي على معنى واحد أنه قم فأنذر وربك فكبر لأن قلنا كان التكبير الكاثرين كانوا يكبرون ويعظمون آلهتهم وكانوا يمسحون على وجه إساف ونائلة فمن مر عند إساف ونائلة يمسح يده بوجههما وثم يمسح بها وجهه فالله سبحانه وتعالى يقول وربك فكبر أي كبر ربك أنت وابتعد عما كان يفعله هؤلاء كفر قريش ولا شك أن النبي ما كان يفعل مثلهم وذا سنأتي إليه أيضا في قضية أنه الأمر إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بترك أمر هل يستدعي ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فاعل لذلك الأمر حتى يأتي النهي عنه أم لا قطعا يعني لا يكون الأمر كذلك وسنستشيل عليه أيضا فيما يستقبل من الآيات إن شاء الله نعم وربك فكبر قالوا كبر الله عظمه ونزهه عن المشابهة الحوادث ونزهه أن يكون له مثيل وأن يكون له شبيه وقيل ربك فكبر أي ابدأ صلاتك بالله أكبر كما أيضا ذكرنا هذا وكانت شعارا للتكبير في قضية بداية الصلاة ولذلك يعني عند الفقهاء أنه لا تصح الصلاة عند كثير من الفقهاء وخاصة عند الشافعيين لا تصح الصلاة بقولك الله أعظم إنما يجب أن تبتدأ بالله أكبر الله أكبر هذا هكذا يبتدأ بها الصلاة نعم قال وربك فكبر كل هذه المعاني ممكنة ومطلوبة في قضية التكبير تعظيم الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر هذه الآية العظيمة حقيقة يعني قسم العلماء وقسم الإمام الرازي على الخصوص في قول الله تعالى وثيابك فطهر القول فيها إلى ثلاث حالات إما أن يراد الثياب والتطهير على الحقيقة وإما أن يراد الثياب والتطهير على المجاز وإما أن يراد الثياب على الحقيقة والتطهير على المجاز وسنفصل في هذه الأحوال الثلاثة من قال أنه ثيابك فطهر أراد منها الحقيقة قال وهذا قول الذي سأذكره كل أقوال منقول عن السلف ولكن لا أريد أن نقطع سلسلة الكلام بقولنا قال مجاهد وأبو العالية والسدي وفلان وفلان فكلها منقول عن السلف هذه الأوجه وهذه الأوجه يعني متوفرة في كتب التفسير ومذكورة في تفسير بكثير وطبري وابن أبي حاتم الرازي ومصنف عبد الرزاق وحتى عند أهل السنن والمسانيد مذكورة هذه الأقوال أضف إلى ما هو يعني تضج به كتب التفسير في أقوال السلف رضو الله تعالى عليهم في فهمهم لهذه الآيات على الأنواع الثلاثة التي ذكرناها وسنفصل في ذلك إن شاء الله قال وثيابك فطحر قال لأن العرب كانوا يعني لا يهتمون كثيرا بنظافة ثيابهم إلا الأشراف منهم وأصحاب الجاه وغير ذلك أما البقية فكانوا لا ينتبهون إلى هذا وجاءت التوصية بتضخير الثياب على أنه لا يتصح الصلاة إلا بثياب طاهرة لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وهذا يعني هو الذي عليه الجمهور ولكن نعم هناك من خالفة في بعض المالكية لا يرون مثلا نظافة البدن والثوب يعني لا يرونه أصلا في قضية الصلاة والدليل على ذلك أنه تصح الصلاة عندهم بالاستجمار دون أن هناك يكون غسل في الماء ومعلوم أن الاستجمار نعم يزيل عين النجاسة لكن يبقي شيء من الأثر والذي عليه الجمهور طبيعة الحال أنه يعني الصلاة من سنن الصلاة أنه الوقوف على مكان طاهر وستر العورة والثياب الطاهرة أيضا فمنهم من أخذ الثياب على حقيقتها والتطهير أيضا لغسل الثوب كما جاء هذا العرابي فيما يذكروه الإمام البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ثيابه متسخة قال أما وجدت ماءísimo تغسل ثوبك أنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه النظافة وكما قال عليه الصلاة والسلام أنا بمنزلة الوالد لكم كما يذكر ذلك يعني صاحف القريب المجيب في الفقه يذكر ذلك تلك الرواية على أن النبي كان يعلمهم أدق التفاصيل وجاءت هنا ثيابك فطهر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الأمة بتطهير ثيابها ومنهم من قال أن تطهير الثوب ليس المراد به طهارة الثوب يعني في الغسل إنما طهارة الثوب عند يكون ثيابك طاهرة ليست لا تكون ثياب مغصوبة لأنه لا تصح الصلاة في ثياب مغصوبة على الخلاف الموجود في أصل الفقه في هذه المسألة وقضية أيضا ثيابك فطحر قالوا أن لا تكون يعني قد اشتريتها من مال حرام يعني لا تكون مغصوبة مسروقة ولا تكون أيضا مشترات من مال حرام فهذه الثياب كلها يعني مطلوب التطهير فيها وكذلك كما يذكر الآلوسي كان العرب يعني لا يتنظفون كثيرا فكان منهم من يتبول على عقبيه ولا يرى في ذلك بأسا في الجاهلية فجاء الإسلام وبين لهم أنه هذا الأمر لا يصح علمه النبي عليه السلام حتى قضاء الحاجة كيف يقضون حاجتهم علمهم النبي وهذا بمنزلة يعني التعليم لهؤلاء القوم الذين يعني جاءهم هذا الدين العظيم الذي نقلهم نقلة نوعية خلال سنوات قلائل حيث نقلهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وإلى ضياء الإسلام في تعليمات كثيرة حتى على ما يتعلق من ظفتهم الشخصية وفي كيفية قضاء الحاجة فكتب الفقه وسنن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في آداب قضاء الحاجة على الابتداء وقضية الثياب وقضية التطهير وتنظيف الأسنان والسواك وغير ذلك من الأمور التي كلها تدخل في قضية يعني التطهير الذي يعني يريده الله سبحانه وتعالى للمسلم كما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وثيابك فطحر فإذا حملنا الثياب على معنى الثياب الحقيقية فإما أن يراد غسل الثياب وإذا خذناها على قضية تطهير أيضا الحقيق وهو تطهيرها من النجاسات والأوثان واخذناها أيضا على قضية أنه لا تكون مغصوبة ولا مسروقة وكذلك أن لا تكون مشترات من مال حرام لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبله إلا الحلال من الأعمال الطاهر والصحيح منها وذلك ثيابك فطحر قد تأتي على هذا المعنى وهذا المحمل الأول إذا حملنا الثياب على أنها على الحقيقة هي ولفظه التطهير أما إذا أخذنا المحمل الثاني وهو الاحتمال الثاني أن الثياب يراد منها الحقيقة والتطهير يراد منه المجاز فذهب البعض على أن بعض كبراء العرب وأهل الكبر والخيلاء فيهم كانوا يتعمدون لفس الثياب الطويلة التي تجر ذيولها على الأرض بما تجمع القاذورات والأوساخ وما ذك إلا للكبر الموجود فجاءت الآية وثيابك فطحر أي قصر ثوبك ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يزار المسلم إلى أنصاف ساقيه فما زاد على الكعبين ففي النار وفي أحاديث كثيرة أنه من جرى ثوبه خيولاء لا ينظر الله إليه وأحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى وإيضا نقل عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني عمر رضي الله عنه عندما رأى غلاما ثيابه طويلة قال قصر ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى وقيل ذلك أنه كان في مرض عمر رضي الله عنه وقيل في وقت آخر وحتى أنه سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جرى ثوبه خيولاء فقال يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي ولكني يعني أتولاه بالرفع فقال النبي عليه الصلاة والسلام لست منهم أي لست ممن يجر ثوبه خيولاء ولذلك العلماء اختلفوا فهل أن جرى الثوب هي معلقة على علة الخيولاء أم أن المراد مطلق تقصير الثوب أيضا هذا كلام موجود عند العلماء والخلاف موجود فيه فمن استشهد بهذا استدل بظاهر الآيات والأحاديث ومن استدل بالثاني استدل بقول أبي بكر رضي الله عنه لأن المراد هو قضية نفي الخيولاء ليس المراد قضية الثوب بحد ذاته كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقضية ثيابك فطحر يعني المراد منها هذا الأمر نعم ورد في حديث عند الإمام التلميذي وإن كان الحديث يعني ضعفه التلميذ أيضا وضعفه غيره أيضا في قضية أن الله نظيف يحب النظافة وأن الله جواد يحب الجود وغير ذلك من الروايات التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ثيابك فطحر إذا أخذناها على قضية أنه الثياب على الحقيقة والتطهير إما المراد منه التقصير حتى لا تجتمع الأوساخ في الذيل وإما المراد أيضا على كما قلنا نفي الخيالاء والكبر الذي يعني يفعله بعض الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ربه أن الكبرياء زاري فبين على أن الكبرياء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فمن أسمائه أنه المتكبر يجب على العبد أن لا يتصف بهذه الصفة التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم وكم هذا الأمر مخيف عندما نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني كيف يكون هذا الأمر يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وانتقاص الحق وانتقاص الناس كما قال عليه الصلاة والسلام عندما يعني تكلم عن الكبر والكبرياء فقال أحد الجلساء قال عليه رسول الله ما منا من أحد إلا ويحب أن يكون ملبسه نظيفا أو جميلا نعله شعره مرجلا نعله جميلا فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس هذا المقصود قال الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا المقصود في قضية الكبر والتكبر فهذا لا ينافي أن العبد يعني يعتني بمظهره ويمتشط ويعجل شعره ويتعطر وكل هذه الأمور لا تنافي يعني بأنها لا تعارض قضية الكبر فإن الكبر شيء وهذه الأمور التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها هذه شيء آخر لكن المراد هنا كما قلنا التطهير أنه تطهير النفس من الكبرياء أو تطهير الثوب من أن يجر على الأرض حتى لا تجتمع فيه القاذورات ربما البعض يقول وكيف ذلك بثياب المرأة نعم ثياب المرأة هذه الأمر يعني للمرأة مأذونة في ذلك لأنه هذا من باب الستر وكما ورد أيضا في الحديث أن الأرض تطهير بعضها بعض الأرض تطهير بعض الآخر لذلك لا يضر لو جرت المرأة ثوبها من باب الستر وليس من باب الخيالاء أيضا والكبر فإن الكبر والخيالاء هو منهي عنه قطعا في كل حال هذه الحالة الثانية والاحتمال الثاني من احتمالات قول الله تعالى وثيابك فطحر وأيضا منفاتنا أن نذكره في قضية الاحتمال الأول على قضية أنه الثياب يراد منها التطهير على الحقيقة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يصلي فجاء بعض الأشقياء فوضع عليه سلاشات يعني ما يخرج من أو أمعاء الشات وما يكون في بطن الشات من قذورات فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يعني حزينا لما فعلته قريش به فنزل قول الله وثيابك فطحر وقيل أنه هذا كان المراد على التطهير أنه لا يدفعك جهل هؤلاء بعدم الإنذار فقم فطحر ثيابك وكبر ربك عظم ربك الذي سينصرك عليهم وطحر ثيابك من القذورات نرجع للاحتمال الثاني الذي ذكرنا قلنا قضية تطهير الثوب الثوب على الحقيقة والتطهير على كما ذكرنا ونأخذ الاحتمال الثالث في قضية أنه يكون الحقيقة الثوب والتطهير كلاهما على المجاز ولذلك ذهب السلف إلى أقوال كثيرة كلها منقولة عن السلف وكتب التفسير مليئة بذلك من أراد الرجوع إليها ربما سيستغرب البعض ولكن نقول أن العرب قد تستعمل لفظ الثوب على معاني كثيرة فقد تستعمله على معنى العمل الصالح وتستعمل الثوب على معنى القلب وتستعمل الثوب على معنى النفس وتستعمل الثوب على معنى الأهل والثوب على معنى الدين والثوب على معنى الجسم فهذه كلها المعاني تعرفها العرب في خطابها ولهم في ذلك أشعار وأقوال كثيرة وسنستعرض بعض الأقوال فعندما نذكر هذه الأقوال فإنما نحن نعيدها إلى يعني ابن عباس ومجاهد وغيرهم من علماء السلف رضو الله تعالى عليهم حيث هم أفهموا بالعربية منا فلا يقول أحدنا يعني كيف يأتي هذا الاستعمال إنما العرب تعرف هذا من خلال أشعاله وسنذكر بعض الأقوال في ذلك فمثلا أنه ثيابك فطحر منهم من حمل الأمر في قضية الثياب على العمل الصالح فإن العرب تقول فلان إذا عمل عملا صالحا تقول على أنه ثيابه طاهرة وإن عمل عملا سيئا تقول يعني دنس الثياب وإنما تريد به العمل لا تريد الثياب على الحقيقة ولذلك كما ورد أورد الإمام الماوردي أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء بثوبيه الذين مات عليهما قال الإمام الماوردي أي عمله الصالح وعمله الطالح فالثياب هنا تأتي على معنى العمل ما يعمله الإنسان وهذا الأمر مستعمل إلى الآن عندنا في يعني في العراق على الخصوص ربما وبقية الدول العربية عندما يريد الرجل أن يبين أنه لم يفعل شيئا من السوء فيقول هذا ثوب أبيض أو ثوب أبيض دلال على أنه يعني عمله صالح وأنه لم يفعل أمر يعني يشينه فهذا الأمر موجود في قضية استعمال الثياب على معنى العمل وهذا أمر تعرفه العرب قديما وحديثا الثياب قد تأتي على معنى القلب الثوب يراد منه القلب وهذا أيضا ما نقول كما قلنا عن السلف ويعني يستشهد العلماء في قول في بيته أبيات لأبن قيس من معلقته التي يقول فيها أفاطم مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي إلى أن يقول وإن تك قد سأتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أي قال إمام الرازق أي اسحبي قلبي من قلبك فعبر بالثياب عن القلب وهذا أمر أيضا تعرفه العرب وهنا قالوا أنه قال الإمام القرطبي ومن قبله الإمام الرازي قال هنا والمقصد في الآية أي طهر قلبك قال لأن القلب إما أن يكون فيه الآثام وطهر قلبك من الآثام والأحقاد التي ربما يعني تؤثر في النفس من فعل القوم أو أنه لا يكون في قلبك غدر ولا يكون في قلبك خديع لهؤلاء وهذا كله النبي منزح عنه فالله سبحانه تعالى قال وإنك على خلق عظيم لا شك ولكنه قد يأتي تأتي الآية كما قال الآلوسي قال القول لك واسمع يا جارة أنه القول صح وإن كان نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد به القوم أن يتعلموا إذا كان الله صلى الله عليه وسلم وخليله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فهم من باب أولى أن يلتزموا بما أنزل الله صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله به وقد يأتي الثوب على يراد منه النفس وهذا أيضا موجود في ما تعرفه العرب ولذلك يقول عن ترى وشككت بالرمح الأصمي ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرمه وهنا قصد ثيابه وقصد نفسه وإذا شك الثياب لا شك أنه قتل من يحمل تلك الثياب أو يلبس تلك الثياب وهذا أمر تعرفه العرب حتى أنه فيما يذكره الإمام البخاري في قصة مقتل محمد بن طلحة السجاد هذا العابد الزاهد الذي يعني وإن كان سنقف عنده قليلا أنه السجاد هذا محمد بن طلحة كان محب لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكان يقاتل طاعة لأبيه ضد جيش سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول فحتى أن سيدنا علي قال يعني لا يقتل أحدكم صاحب البرنس الأسود وأراد به محمد بن طلحة وكان عابدا زاهدا حيث دخل المعركة وألقى درعه وألقى سيفه وكان يقول كل ما قابله رجل يقول أسألك بحق حاميم يعني يريد قول الله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فكان يعني لا يريد أن يقاتل أحد فأوصى علي رضي الله تعالى عنه أنهم لا يقتلوه حتى يعني جعل حظه العاثر أن يأتيه شريح بن أوفى العبسي كما قيل وإن قيل غيره لكن هذا الأرجح من أقوال أهل التحقيق يقول فقال له أسألك بحق حاميم فضربه بالرمح فقتله فالشاهد هنا قال وأشعث قوام بآية ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي شككت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا علي ومن لا يتبع الحق يظلمي يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلاح حاميم قبل التقدم رحمه الله قتل في معركة الجمل الشاهد هنا أنه قال فشككت له بالرمح جيب قميصه أي أنه أراد أنه ضربته نفسه أو قتلته هو فأراد بالجيب والقميص أراد ذات الإنسان وهذا أمر تعرفه العرب أي أنه كما قلنا في نقي قلبك نقول أيضا في نقي نفسك من السوء ونقي نفسك من ما يدور فيها من ما فعله بك هؤلاء لأن الله ناصر كلام حاله هذا كله كان في معنى النفس فكما قلنا يعني الثوب يأتي على معنى العمل الصالح ويأتي على معنى القلب ويأتي على معنى النفس وفي لفظة الثوب معاني أخرى إن شاء الله ربما نستكملها إذا شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبراكاته